اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورته السابعة عشر بمكتبة الاسكندرية شهد المعرض اقبالا جماهريا كبيرا حيث شهد العديد من الفعاليات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمحاضرين وسط اقبال جماهري اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورته السابعة عشر بمكتبة الاسكندرية البرنامج الثقافي الذي صاحب المعرض هذا العام يعتبر بمثابة مهرجان ثقافي لمثقاف الإسكندرية بشكل خاص ولمصر والعالم العربي بشكل عام إذ ضم أنشطة في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي السنة دي الأقبال كسيف جدا شاهدنا في أول يوم من أيام المعرض أقبال 12 ألف زائر من الزوار على حضور الفعاليات عندنا السنة دي البرنامج الثقافي للمعرض بيشهد 300 متحدث على حوالي 80 فعالية وزي ما أنت شايف رغم ما يقال عن تراجع أسهم الكتاب الورقي إلا أننا لا شايفين العكس تماما الكتاب الورقي في تقدم والقراءة الأونلاين ما لغدش الكتاب الورقي بأي شكل من الأشكال البرنامج الثقافي المصاحب قدم مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة الرواية، القصة القصيرة، السيناريو، الدراما الإذاعية، القصة القصيرة جدا ورشة النقد هذا بجانب ورشة للترجمة ورشة الخط العربي أول مرة أجل المكان ده فوقت به صراحة يعني مكان بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح وطبعا أنا محب للقراية ومحب للثقافة بحكم أننا الجيل القديم، مش الجيل الجديد دوقتي كل الجيل الجديد الأولاد والبتاع بتاكل استيشال ميديا المعرض الذي أقيم تحت شعار الوعي وبناء الإنسان ركز البرنامج والمحتوى الثقافي له على وعي وبناء الإنسان فقد أقيم هذا العام داخل المعرض 75 حدثا ثقافيا شارك فيها أكثر من 300 متحدث ومحاضر شكرا